عندنا الاطباق دي الجميلة دي بقيت موجودة دلوقتي في اي مكان للمستلزمات والناس اللي بديها بتحضر للفنادق والمطاعم بتلاقي عندهم الاطباق دي دي اطباق الفهيتة هتلاقي موجودة دلوقتي في اي مكان اللي هو الادوات المنزلية هتلاقي موجودة الاطباق دي ادي الاعداء الخشبية متاعته ودي اليد اللي احنا بنمسكها بيها ودي الطباق اللي احنا نقدم عليه طمام هنعمل ايه اول حاجة ايه بقى ده هنعمل فيه اللحمة وبعد كده نقدم معا الخبز بس هنقدم يعني هنعمل مش فهيتة اللحمة هنعملها مكعبات فخليها ايه عشان نبقى الموضوع عملي كده اوقاش فيه حتا قطع اللحمة صغيرة ناكل كده ونغمس كده فنغمس قطع لحمة محترمة طيب هنعمل ايه اقوم واخد عندي الكلام ده اهم حاجة عشان بس الناس اللي بتجيب اليد ديت وما بتعرفش اللي هي تتعامل مع الطبق ده ما بتتمسكش من هنا يعني اللي هي اليد ده هيط اللي هي اللي حديد دي بتتمسك تتقلب كده وبتخلي السن ده اللي هو الواحده ده لقدام كده مش بالعكس تمام اهو وبعد كده تقوم عامل ايه تقوم مما يليها كده على ايديكي وتتشال معاكي بسهولة جدا تمام لو قعدت فيها كده سنة عمران ما تقع مني تمام يا انا مالكها تمام كويس جدا حتى لو فيها اتنين كيلو وحاجات مش هيقع مني ولا اي حاجة